النصيحة اللي بعد كده انك بلاش تضغطي على الطفل يعني بلاش تحطي عليه أعباء أو تدي له يعني واجبات كتيرة بشكل يوطره لأنه أصلا متوتر من تجربة الحضانة حتى لو ما بنش عليه خلوا بالكو دي نقطة مهمة ما تحطوش ولادكو في مناطق توطر لأن الطفل ممكن بيروح للحضانة وبييجي ويروح وييجي ويقاله كم يوم لكن هو من جواه متوتر هو أول مرة الطفل اللي عنده سنتين ده ولا سنتين وشهرين ولا سنتين وتعطيته شهر أول مرة يقضي الفترة دي فترة كده ساعات بره البيت بره البيت الآمن بتاعه أو بره البيت اللي هو يعرفه بيته أو بيت جدته أو كلام ده كله ها والوحده فهو أصلا متوتر فمن إيه ما نثقلش إحنا عليه النصيحة اللي بعد كده إنكم ما تشغلوش نفسكم باللغات في الحضانة ودي الموضوع أو ده الموضوع اللي كنت بأتكلم معاكو فيه من شوية في نفس الحلقة هتلاعوا حضانات ألماني وحضانات فرنساوي وحضانات إنجليزي خلاص ماذا عن اللغة العربية ماذا عن اللغة اللي بيسموها حتى في اللغة الإنجليزية مادر تانج يعني لسان الأم أو اللغة الأساسية خلاص وأنا زي ما بقول ده يعني هقولكو تشبيه كده حاجة حقيقية يعني حصلت يعني إن كان فيه ناس راحوا حضانة فإلا أنا بحكيه ده قصة حقيقة راحوا حضانة فالحضانة بتفتخر قوي يعني بيقولوا للأم والأب يعني بيشوفوا يعني هيلحقوا بقى ابنهم أو بنتهم بياه ولا لأ فلقوا المسؤولة يعني اللي بتقابلهم وبتقولهم إحنا ما بنتكلمش ولا كلم عربي هنا في الحضانة تمام فساعتها الأب يعني يعني الموقف نفسه كله تحكيلي الأب نفسه حكي يعني اتصرف الحياة بمنطقية ورد بمنطقية جمدة جدا يعني قال لهم طب يعني لو إحنا أسرة أمريكية وعايشين في الولايات المتحدة الأمريكية وراحين نودي ابننا حضانة تفتكروا هنكون سعداء لو دخلنا حضانة مع ابننا الصغير بقى ده ولقينا الحضانة دي بتقول لنا على فكرة احنا ما بنتكلمش ولا كلمة أمريكي لكن بنتكلم باللغة اليابانية مثلا ايه المنطق ده ايه اللخبطة دي يعني فكرة إن الحضانة تبقى بتباهي قوي إن إحنا عندنا اللغة الفلانية أو كذا أولا أولا عشان تبقى حضراتكم عارفين المدارس فكرة إنه يتأسس عشان المدرسة المدارس بقى اللي هي المدرسة مثلا اللي تدرس باللغة الفرنسية أو الألمانية أو حتى الإنجليزية مش بتشترط إن الطفل يجي يكون متعلق أما لو راح المدرسة ليه فاهمين قصدي يعني المدارس العريقة أنا هنا بتكلم عن المدارس العريقة والمدارس اللي ليها تاريخ واللي واسقين من نفسهم واللي عارفين دورهم الحقيقي مش بيقولوا الطفل يجلنا ويبقى عارف لغة يبقى عارف لغة إزاي يعني لكن الطفل المفروض يبقى عارف لغته الأصلية مش هنتباهى بقى ونقعد نقول أصلا ما بيتكلمش عربي كويس أصلا ما بيعرفش يكتب عربي كويس والحاجات بقى اللي أنتوا عارفينها دي دي حاجات يا جماعة مش بتزود دي حاجات بتنقص مش بتزود دي بتنقص فالناس اللي فاكرين أنه هما بيتباهوا بالحكاية دي لا أنتوا مش مفروض تتباهوا ده أنتوا كده عندكم مشكلة أو بمعنى أدق خلقتوا لابنكم أو بنتكم مشكلة وحلوها بقى يعني إيه أنه هيبقى مصري وما بيعرفش يتكلم مع عربيها أنتوا فهمين يعني ليه يعني يعني ما هو يعني ما هو عايش هنا حتى لو هو هيعيش برا مش لازم يبقى عنده لغة أصلية لغة موطنه يعني لغة أهله هيتفهم معاكو إزاي ومع أهله إزاي ومع أريبو إزاي ومع الحياة كلها إزاي فما تشغلوش نفسكو بموضوع اللغات ده تمام وأخيرا أو آخر نصيحة عايزة أقولها للأمهات في المحور ده هو أنك مش لازم تكوني بتشتغلي علشان طفلك أو طفلتك يروحوا حضانة لأن في ناس فكرة أن الحضانة دي الخاصة أو الفكرة دي أو التجربة دي خاصة بأن إحنا كسيدات عاملات أو زوجات أو أمهات عاملات لا أنت ممكن تكوني حضرتك رب بتمنزل أو سيدة سيدة ست بيت يعني وقهبتك بيروحوا حضانة عادي جدا خالص ده ملوش علاقة ترجمة نانسي قنقر